مساء الخائم مشاهدين على شادا تيفي تشاهدون برنامج بولينيك ونناقش فيها الآن في الجزء الثاني ورش تعديل مدونة الأسرة في المغرب ضيفنا هذا المساء سيدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وفي الجزء الثالث نناقش ونفتح معه ملف التعليم والأزمة بين الأساتذة والحكومة إلى أين سيدريس الأزمي الإدريسي محبوبك من جديد معنا على شادا تيفي شكرا كل تحقبين الآن لمحاورتك في هذا المحور وهذا الموضوع سيدريس الأزمي الإدريسي اليوم لورش ديال مراجعة مدونة الأسرة من بعد تقريبا هذه 20 سنة عقدين من الزمان على الممارسة ديالها في أنك تشوفوا الحدود دياله والضوابط اللي خاص يمشي لها لأنه باش نتقدموا في النقاش بشكل كبير اليوم سواء الجمعية النسائية جمعية الحقوقية ومن يطالبون بالتجويد كيقولوا بأنه اليوم يجب القطع مع المفاهيم تقليدية والتقليدانية والمحافظة والذهاب إلى نموذج جديد أكثر تطورا وأكثر تحررا خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة أنا أقول لك بالجزم ليس هناك نموذج للأسرة أكثر تطورا وأكثر حفظا لكرامة الأسرة ولكرامة الرجل ولكرامة المرأة ولكرامة الأطفال من النموذج للإسلام هذه الأولى ثانيا نعرف راشنا في نحن هنا في دولة إسلامية بالدستور مكتوبة المغرب دولة إسلامية ويوضيف الدستور الإسلام دين الدولة ويوضيف الدستور بأن الهوية المغربية يتبوأ فيها الإسلام مكانة الصدارة ثلاثة المرات ثم في الفصل 32 أنت يتكلم عن الأسرة تيش تقول تيقول الأسرة المبنية على الزواج الشرعي كي ينشرع واحد هو سنة الله ورسوله الأسرة المبنية على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية في المجتمع إذن إحنا ليس نتكلم على مدونة الأسرة إحنا ليس نتكلم في الهواء تنتكلم على واحد من النص مرتبط وجودا وعدما بالإسلام اللي هو الدين ديال الدولة ديال الأولى ما يسحب لناش هذا واحد نص عادي يقدر أي واحد بيقلس ويبدأ يعطي فيها الرأي دياله واحد بغي يدير المساوة في الميرات واحد بغي يخرج هذا وقد يدخل هذا واحد نص مقدس مرتبط بالإسلام مرتبط بالمرجعية الإسلامية اللي هي مرجعية الدولة والمجتمع ثم هذه الدولة ره مش بنية على الإسلام بنية على إمارة المؤمنين ملك البلاد هو أمير المؤمنين وإمارة المؤمنين مرتبطتون بالإسلام وبالتالي حنا هاد الورش كيفاش تنشوفوه إن جوج ديال الأمور كال المسألة اللولى ديال هاد الدستور مع الطر جلالة المالك الطر أنا ما بغيتش نفهم كين بعض الناس اللي ما تيسحبوا مراهم من خارج جلالة المالك جاء قالوا الدكين بعض الاختلالات وبعض تجاوزات اللي جابتها التجربة مش المدونة ولا النصص القرآنية تجربة ديال تنزيل المدونة هالتجاوزات قالوا دي نحن في حاجة إذا كان ولابد أن نعالجها مبتلي وأطر ذلك قالوا دي بصفة أمير المؤمنين أنا لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً ولا سيما في الأمور اللي فيها نصص قطعية إذلك فإحنا نعرف نقطة أزامي الإدريسي المرجعية الإسلامية موجودة توجيه الملكي واضح بالحلال والحرام كان نقاش الحقوقي خلينا نقول والتقنيني موجود اليوم هو في مسألة الاجتهاد لأنه أقولك إذا افترضنا أن هذه النقطة هي لكينا ما تكونش أصلاً مراجعة خلينا نصر على هذا السؤال إحنا نحساجي اليوم مراجعة مدونة الأصفة الحالية أو لا؟ الكيين بعض الأمور خصوة مراجعة أنا نقول لك شوف أنا رأتكلمت لك قلت لك كيين واحد الجانيب على ذلك الشيحنا نحن في حيز العدارة المتنبياء نحن مرتاحين بالنسبة للورش دي المراجعة ولكن متخوفين وياقيدين وكذلك أنا نقول لك مرتاحين لأنه هذا الورش أضطروا جلالة الملك وهذا الورش وهذا الورش باعتباره أميرة المؤمنين وهذا الورش كذلك في اللجنة في اللجنة كيين مؤسسات اللي هي تحت الرئاسة الفعلية دي الجلالة الملك كيين المؤسسة القضائية سواء المجلس الأعلى أو النيابة العامة أولا القضاء في المغرب هو قضاء يمتح من الشريعة الإسلامية هو قضاء ما بغيت نقول محافظ ولكنه قضاء أولا ملتزم بالثوابت دي المملكة وقضاء كذلك اللي قريب من الميدان عارفش المشاكل اللي وقيت هل يتفع ولكن متخوفين لأنه تم كيين كيين بعد نوازير العدل ورئيسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما لهم اللي هما عنهم تصريحات تصريحات تتنافى مع التعطير الملكي تصريحات سابقة أنا أتمنى لا يستصحبها إلى اللجنة وتصريحات بمثلا تصريحات لا 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 الرئيسة الرئيسة دي المجلس الرئيسة دي المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه مؤسسة وطنية تخذع للثوابت لا تتلقى تعليمتها لا من واشنطن ولا من جونيف كونت اللجنة بلون واحد وتتتكلم على الميرات وتتتكلم على أسر السعر الطيف وهبي تضرب في المدونة وخارج المدونة في المدونة المساواة خارج المدونة العلاقة الرضائية الفصل 491 فصل 491 فصل ومنها المجلس العلمي الأعلى وكذلك نحن حاضين ومتخوفين وياقيدين ونحن نحن سنكون بالمرصد مثل هذه ثم من ننسى لك هذا التقطير هذه بغيت نمشي لك الأمور الإشكاليات الحقيقية التي تتعشها الأسرة المدونة وإشكالية يسسناوي أنت سي الأزمية على تأطير الدول السوري وعلى تأطير جلالة مالك هذه المدونة أنتوا لم تكن حزب عدنة الوثنبية أو أنت كاسي دريس الأزمية ما هي التجاوزات التي تتملك في المدونة التي تتعلم في المدونة الحالية لا نتخل معك في التفاصيل لا نتخل معك أنا نقول لك سؤال المهم التأطير تكلمنا عليه وتكلمنا على الموقف وكيف أن نتعامله عندنا مطمئنين من جهة مؤسسة اللي هي معروفة ومتخوفين وإيقيدين ونقوموا بالدور منها وحتى المجتمع ما هي المؤسسات؟ لا قلت لك المؤسسات هي إمارة المؤمنين هي سلطة القضاء والقضاء القضاء عامة وقضاء الأسرة خاصة والمجلس العلمي الأعلى وعندنا تخوف بالنظر لتصريحات سابقة دي الوزير العدو دي الرئيسة دابن المشاكل العملية دابن لي اللي بغي يتكلم على هذا المشكل لدير الأسرة خصو يمشي يقرأ واحد التقرير بسيط بسيط دعمه يعني لأنه علش قلت بسيط لأنه مبسط بالأرقام بطريقة رائعة هو التقرير اللي دارته داره المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نانير 2023 حول قضاء الأسري في المغرب ما بين 2017 و2009 وتم تتعرف المشاكل الحقيقية لأن تتعطلوا الأرقام وتقولوا الأسباب ما هي الأرقام المفجيعة تماما دبا هم تتعطلوا جد الأمر سنقوله ونقول لك الأرقام المفجيعة الحقيقية لا خليه وتتعطلوا دبا هم شدين في الزواج القاصرة لا وفي التعدد تعدد كيف حالكين النسبة دياله ديال من الأدونات ديال الزواج 0.66 يعني ستا ديال طلبات ديال ديال تعدد فآلف طلب ديال تقبل القضاء من الطلبات تقبل نسبة 38% معني أنه حتى القضاء حذر لأنه الشرط ديال العدل القضاء واقف عليه تقبل 38% نمشيوا الزواج القاصرات شحال ديال نسبة ديال الزواج القاصرات خدشي دابا نايد كله 5% شحال نسبة ديال القبول من طرف القضاء الأسري تقريبا النصف معني أنه القضاء واعي وعارف المجتمع ثم اللي هم تيركزوا عليه النسبة الأكبر ديال الأذونات ديال الزواج القاصرات المنتب تعطاها أغلبية الفتيات اللي من 17 عام الفوق يعني رأم قرابين من السين إذن هذو غير معلن هذو التركيز هذو هذو غير معلن هذو كريم ترتي واحد القضية يلي غنجيلها هذو هذو اللي إلي مشينا في الاتجاه ديالبعض اللي تطالبو بها بعض الجمعيات هذو هذو اللي غير لغير المؤلان رأم غير 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 ثم مشاكل حقيقية يا سنسين نجوج ديال الأمور هو الزواج تراجو ديال نسبة ديال الزواج ره موهولة الأرقام الأرقام يعني الانفالو ربصول الأسباب شنو هي الأسباب هي اجتماعية هي اللي نعنجو هي مشي هي واش القصيرات واش تعدلون لا لا أصلا إذن الزواج فيه تراجو تراجو أش عرف ديال 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 أرقام ديال هذو التقرير مهم وخصو يقرأ وخصو يقرأ ويقرأ 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 لأنه ما فيش غير أرقام فيها أرقام بطريقة بعدها مقروعة وبطريقة رائعة وفيه تعليلات لأن هذه القضاة تسادى القضاة للأفاضيل ليس تتكلمون في الهواء تعطيوا الأرقام وعندهم الملفات يقول لك هاعلاش القصيرات تتجوجوا هاعلاش الطلاق في مئات جواج منين تتحطوا مئات طلب ديال الإذن بتوتيق الزواج في المقابل ديالها شحل تتحط من طلب تترفع من دعوة ديال الطلاق أو التطلاق الحال 50 يعني يدخلون مئة ويخرجون 50 يدخلون مئة ويخرجون 50 وهذا ما زال في التطور ثم الإشكال الآخر إذن الزواج يعني في تراجع مهويل السن الزواج في تقدم رحنا نعرف العزوبة تتزاب ثم مصيبة وحدة أخرى اللي وقعت وهذه هي من المشاكل التي تتعالج ليس في التطلاق كان غير الطلاق ديالما زاد التطلاق زاد الطلاق الاتفاقي نقلسوه الرجل المرأة ويتتافقو ويتمشيوه عند القاضي ويتسالي والموضوع وكين التطلاق للشقاق شنو تطلق الشقاق كل شي رجع تطلق المرأة تطالب والرجل تطالب هذا كل شي تطلق هاتشي لماذا أدى أدى الكون أننا وصلنا في 2021 131 ألف طلاق وتطليق أكبر نسبة مرتبط مدونة الأصباد لا لا شماعي شماعي وصف الأصباد مرتبط أولا بالقانون لأنه يسر عسر الزواج ويسر الطلاق والتطليق ما يريد أن نصعب الطلاق لا 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 هناك حلول قلت لي وكاينة ننقل لك دمت تجربة أبالات أنه كينا جمعيات تجتيج جمعيات التي تتشتغل في هذا الجانب ديال الوساطة وتتشتغل من أجل أن تحافظ على الأسرة وعلى وحدتها وعلى تمسكها ليس من أجل أن تفككها ليس من أجل أن تفككها ليس من أجل أن تجيجي أجل أن تتشتغل من أجل ويسروا الزواج ويسرنا الطلاق والتطليق لا نقول ما نعصره وأبعد هو أبغاد الحلال وأبغاد الحلال ما معنى أبغاد الحلال أبغاد الحلال أننا أجلنا ما نوصلوا له وما نجعل الأسرة توصل له إلا خلتي الرجل والمرأة اللي هما وصلوا للمرحلة لا يريد أن تفكوه نحن يقول لك بأنه بالعكس اليوم لو لا عند المرأة حقوق كتحفظ لها كرمتها وأنها تقدر تخرج من علاقة زوجية غير سليمة اللي تكون فيها معنفة أو مضلومة أو ما عنداش حقوقها فهذا السياق وتكلمتي على سيد وزيف العدل عبدالطيف وابي وأمين أبو عياش كحقوقية وفي المجلس للوطن حقوق الإنسان هذو ناس يشوفكم أنتما كتيار سياسي إسلامي وانتما كحيز بعدلة وتنمية يشوفكم أنتما هما الخطر على المجتمع وانتما هما الخطر على هذ مدونات الأسرة وأنما تدعون إليه هو اللي يخصو ما يكونش وانتما كتولنا أنك شيرك يقولهما هو اللي يخصو ما يكونش دبا شكون هو الخطر هما أنتما مزيان هما التيار الإسلامي السياسي احنا هما الأخرين لا هما اللي كيشف نحن خطر نحن ميش نحن هما الأخرين لا أنتما لا حدا لا تشوف لا لا شوف لا الكريم والسياسين أنا قتلك الأسرة إذا وحد المثاقة غليظ والدستورت يقول هي الخلية الأساسية للمجتمع إذن شكل خطر على المجتمع واش اللي قلبوا باش يحافظ عليها يسر الزواج ويعالج الإشكاليات ديال الطالق والتطليق ولا اللي شكل خطر على المجتمع اللي بغي يفكيك الأسرة ويقترح مقترحات اللي الناس ما غاديش بقوي يتجوجه أصلا نتجيتات بدأت تقول لي قلت له وكيحمي هذ الأفضل والأشخاص لأن القانون يعاقبهم على علاقات أبيضائية غير شرعية بالله عليك وريني شي طالق ناجح الأسرة تقدر تكون أسرة ناجحة ويقدر تكون أسرة فيها مشاكل وتتعاني ولكن الدراري رهم مستورين والمرا مستورة والراجل مستور وريني شي طالق نجح مني توقع الطالق داك الساعة كله حتى يطلع للجبل وشكل يتأدي التمن لمجتمع وبحسب وتعدي طرق لا لتشوف ما كيش لأكد طلق سيسناوي اليوم هذا النقاش فيه نقاش حقوقي نقاش تقني نقاش سياسي مجتمعي وفيه تدافع ما بين أحزاب يمينية محافظة إسلامية حتى وأحزاب يسارية حداتية تقدمية أيضا اليوم كتشوف هالتدافع هذا وش للمصلحة الفضلة ولغير كل واحد متشبت بالمكانة دياله لأنني اليوم أنا عندي مرجعية إسلامية هذا خاصني يكون في التوجه أو العكس لا والتدافع في أصله يخدم نقاش مجتمعي يخدم الدولة وسيل أزامي تكلم على على نوقات اللي أنا أتفق معاه جملة وتفصيلة وصل في مسألات التوجهة الدستورية أو التوجهة دير جلالة الميك وأنا عندي واحد نقطة أخصني نقشة معاه وهي مسألة نفقة لأنني كنت تكلموا علش حال من واحد كيت تراجع للزواج هو قبل بيت زوج عنده في المقرون دياله وأنه غيطلق من يغنطلق النفقة من يغنعطيها بعض النساء أيضا عندهم أفكار تهوم من يغنطيها نزوج معها ونولد معها مش ندقلوتات كما نقول إحنا العربية ونشدوه دم المشكلة كيف؟ هو مسألة الحبس والنفقة هل تتفق مع أنه واحد ما عندوش مش يخلص نفقة يمشي يضرب شهر الحبس وفلاذ دارك ما هي العقوبات اللي تكون بديلة لهالمسألة هذه أنا منسبة ليا بحال هذا الأمور هذه هي اللي يخصط نقش هذه ما عنديش حلول ونان ما عنديك حلول هي اللي يخصط نقش بحال هذا الشيء لا بحال أنا نقول لك كين هذا القضية ديال الزواج والإشكالية دياله طلاق والتطليق أولا السهولة اللي رجعت فيه وما ينجموا عنها بحال هذا الشيء اللي تتكلم عليه ديال النفقة ديال السيل ديال الحضانة ديال لتوبة الناس هذه أمور اللي خصط تطرح بطبيعة الحال بسيق ديالها اللي هو مؤثر ديال بهذه القضية الكريم أقلت اليميني والمحافظ واليساري والإسلامي نتنقلك إحنا إحنا إسلاميين يساريين محافظين نبغي نكونوا اللي نكونوا ولكن تأثرنا واحد الدستور قدك الدستور في إيدك شي دستور ثم ثم ننقلك واحدة المسألة إذا كنا يساريين وإسلاميين ومحافظين كنا الديمقراطية شنو هي الديمقراطية هي الصوت ديال الشعب راه يوم يخرجوا عند الشعب ويديروا دي صنداج القاودة كش اللي تيطرحو يرفضه الشعب وترفضه النساء بما فيها من يطرح القضية المساوية في الإذ يرفضه الشعب بنسب كبيرة والنساء داخلها فهد نقطة أنه لا خلاف في أنه المغرب دولة إسلامية أيضا دولة تضمن حرية المعتقد ولكن ما يتم سنه هو وضعه من قوانين ولا من مشاريع ولا من برامج بحل هذه خاصة تكون فيها الهوية المغربية الخلاف لكي اليوم يكون في مسألة الججهاد بين الججهاد ممكن ومقبول ديبه دابا لأنه يتلأم مع العصر وبين الججهاد غير ملائم ولم يعد صالحا كان في زمن سابق اليوم ما بقاش هنا فين كي بدأ اختلاف لا أنا متفق معك لا ده بعد شي اللي قلت أنا متفق معك كين الاجتهاد نحن تتكلمون على نص شرعي مدونة الأسرة ليست نصا عاديا ترجع لها ليست نصا عاديا واللي تعتقد بأنه ويقلس في القهواء ويدير الجل على الجل ويبدأ يفكر في الأسرة وفي مدونة الأسرة رغالط مدونة الأسرة ليست نصا عاديا نصا مرتبطا بالإسلام وبالدين الإسلامي وجودا وعدما وعلي ذلك مثلا ستلقى اليهود المغاربة عندهم التأطير ديالهم نحن ما من نلزم منيش هذه مدونة للمسلمين هذه مدونة للمسلمين الخلاف ماشي في الاجتهاد والاجتهاد له أهله أنا مثلا إلى الستدباوتس والسياسين بعض الأمور ما تنقدرش نجاوب عليها لأنه الاجتهاد له أصله كائن أمير المؤمنين كائن رئيس مجلس العلمي الأعلى كائن المؤسسات ديال الاجتهاد داك شنو إحنا الدور ديالنا كأحزاب سياسية أو كمجتمع مدني أو كمناظرين أو هذا الدور ديالنا أن نطير الإشكاليات الحقيقية وأن نطرحها للنقاش أن نقترح إذا كان عندك مقترحة وعليش لا وأنت تتركها لأهلي الاختصاص ولكن كذلك أن تنبه لأن هذا هو الدور لأنه كالي تخرجوا لهم من الشواري بما بغيش هذا تقترح السن الأزمين أنتم صوت مسبوع مش تقترحهم نعم صوت مجموع أنا أقول لك لماذا؟ مشي ما توزننا لا بـ 13 ولا بـ 1 كيلو ولا بوالو إحنا صوت مجموع لأنه الشعب المغربي يدوره مع الإسلام الشعب المغربي والدليل على ذلك داروا لصنداج راكت منتبع السياسي داروا لصنداج في صفوء هذا النهار أنا جاي في طريق تنقرأ على الصنداج على العلاقات الرضائية اللي هي خارج مدونات الأسرة لا علاقتها له هذا في القانون جني أفتش نوجه الذي اللي هو استغرق ليه أن الذي يرفضه بنسبتين عالية العلاقة الرضائية هم العزاب لأن السؤال تطرح على العزاب وعلى المطلقين يعني هذا هو باش نكون واضحين ومع ذلك يرفضون علاش لأنه الشعب المغربي شعبون مسلم مشي بالتالي مشي بالميزان ديال العدلة والتنمية هذا هذا الأمر مجتمعي مرتبط بالثوابت ديال البلاد والمغربة ثم هذا راح ننبهن له راك علاش قلتنا هذا واحد النص اللي هو مشي سهل لأنه شنو من بين النصوص القانونية في المغرب شكون هو النص اللي بقى مرتبط بالمرجعية ديال الدولة وبإمارة المؤمنين المباشرة هو مدوناة الأسرة وبغاوا يفسخوه على الإسلام وبغاوا يفسلوه على المرجعية الإسلامية إذن شنو نبقى هي الثوابت الجامعة هي الله وطن مالك كنت تختاركوا كنتم أزمي في حيث العدد الوثنية كتختاركوا الدين الإسلامي غاية لكم مغربة كاملين ودين باقي الأحزاب حتى وإن كانت سياسارية ولا حدث كريم هذا يدفعوا عليه نحن يفسلونه بطريقتهم ما هو الاحتيكار الاحتيكار هو يقول لكم لا تتكلم لناش على الإسلام لا يقولك عن الحق يجتهد ويطور في النصوص في النصوص الدينا كيف منتكة تقوّلها كيف ما بغيته حسب الإقوال نعم الاحتيكار هو خليني نموذج مثال اليوم ينقاش على الإفت بغض نظر على مسألة المساواة من عدمه لأنه نقاش جدلي كبير وما تكفينش فالأب وعنده البنيات وما عنده ابن ذكر الإخوت دياله والأعمام ديالهم كي يجيوا كي يوفتوا اليوم الاجتهاد اللي غادي والمطالب اللي كينا أنه يطلغوا أنه ما الوليدات أو كانوا بنات ذكور بنات إنات وما كانوا بغض نظر على هذا الحال ما يوفت معهم تشيو حتى يوفت فقط الأم ووليداتها أنتو ما شنو كتقولوا الإرث هي محسومة ما فيها نقاش لأن قلت بأن الإرث محسوم بنصوصين قطعية حتى نقاش وما يقول لا بعد ذلك الوقت لمشي ذاك لهم القرآن كان صلاح تساعد من أنتين كان الأعمام يعين الإنات ويتكلفون بهم وما يقول أنتصلا مبقاش صلاح ومضاء مبقاش صلاح يعني نحيضوا الإسلام هذا مبقاش صلاح النصوص المتعلقة بالإرث نصوص قطعية واخر مسألة التعصيب خليني بقى أغير في هذه النقطة لأنها التعصيب التعصيب تتطرح هذه الإشكال تتطرح هذه الإشكال تيموت ما عندهش الوالد تيجي العم والتي يجي عده وتيجي هذا هذه الأمور هذه مرة أخرى تطرح بين أيدي هذا مشكل هذا مشكل خصوص يجي للناس اللي ما تعرفوش في الفقه واللي ما تعرفوش في القرآن وفي السنة تيجي وتيطرحوا مشكل شنو هو الاجتهاد الفقهي شنو هي الفتولي عند إمارة المؤمنين وعند مجلس العلمي الأعلى هو أنه إذا طرى لك لطار وعندك مشكل تجي تحطه إلى قللك الفقهاء بأن هذا عنده هذا غير ممكن لأنه وراءه نصوص قطعية هذا غير محسوم المحسوم المطالبة بالمساواة بالإذ هي مطالبة بإسقاطين الصين القرآنيين قطعي المساواة مدوئة بين الجنسين لا ما من ناحية سياسية نرى المرأة وزيرة والراجل وزير وزير المرأة مديرة شركة والراجل مدير شركة ولكن المساواة بين هذه الناس التي نقاش تهيئ فيها وش نفس الحصة التي يدير ها الراجل في الدار هي التي يدير ها البراء وتمعها الطرحة لا شوف لا لا هذا مشكلة حقيقة المرأة في المغرب وفي العالم المرأة مظلومة في هذا الأمر وما كان مساواة المرأة تدير الإدارة في الخارج وهي وزيرة أو برلمانية أو رأي أو هدك أو هدك ومن تدخل البيت تقوم بي هذا هذا ظلم للمرأة وكاملين مساهمين فيه لكي هضر على رأسي لا نمكن أن نفهم هذا موقف كله موقف الحزب 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 يقول بأن هذا المرأة والنومة ثم مثلا من بالأمور التي تتطرح قبل هذا الأمر شرت لي هو مسألة مثلا الإذن للإبن والأب عنده الإمكانيات ليس النسب لا في التحرك فكينا أمور كينا أمور اللي هي معقولة ولكن أنا مرة أخرى تنعاود وتنقول كينا أمور كبيرة اللي هي خطر على الأسرة اللي مشاولة عند النساء وتيسولوهم مع أمور يشتان بعد هذا صندج يتعاود ليس صندج على الحكومة ولكن هذا الصندج ليه الواشنط ومع الإيد بازال عندكم تخوف من وهبي ورئيسة المجلس الوطني حق الإنسان من بعد توجي لجلالات الملك لا أنا قلت لك عندهم تصريحات ما صرحوش بالاعتذار علىها أو بيسحبها وبالتالي أنا قلت لك هل ن altura ومطمئنين وفي نفس الوقت نحض faucet سياسي نحض فيها وقت نبقى ونبقى وإن شặ predator ما صدا ن ن م ي لا هذا موج كبير وأ هذا موضوع مجتمعي كبير في المواقع الإلكترونية والصحابة تتعرفوا ما هو النقاش حول هذا هذا موضوع مجتمعي كبير للمجتمع سيسمعك فيه لأنه مقتنع لا سيأتي تنعه سيصوص ذياله هو مقتنع بأن الأسرة فيها بعض خطوط الحمراء التي لا يمكن أن تجاوزها وكان بعض الأمور التي ستصلح وفق الشريعة الإسلامية وأهل الاختصاص والأهل التخصص وكي نختملك في هذه المسألة طمئنان وهو قلت لك على المؤسسات التي حضرت ما بالإضافة إلى كونها هي عند الحس الشريعة والحس المجتمعي لا القضاء ولا المجلس العلمي أن كل هذه المشاورات من بعض سترفع إلى النظر السامي لجلالة الملكي أمير المؤمنين وبالتالي هو عنده الفصل أولا أضطر أضطر في البداية وسيؤطر في النهاية طيب نحن في إطار التدفع نحن في إطار التدفع نحن في عبر على رأينا سيدرئيس الأزامي الإدريسي وكنت كنت كم ترئيس المجلس الوطني الحزب العدالة والثمين بالنقاط الخلافية اليوم لكينا هي مسألة تربط الولاية بالحضانة ولا لا اليوم الواقع يكون أنه الحضانة للأم إذا توفرت الشروط في بعض الحالات تكون للأب ولكن الولاية الشرعية هي دائما للأب إلا في بعض الاستثناءات في حال غيابه أو تركها أو ما إلى ذلك اليوم خصوصا الجمعية النسائية كيطالبوك يقولك لا خاصة الولاية الشرعية تكون عند الأم مدامة هي الحاضنة وتكون عند الأب في حالة كان هو الحاضن لأنه هاتشي كيأتر على المصلحة الفضلة ديال الوليدات وكيكون فيها مزايدات المرة ما تقدر تتخرج باسبور لوليداتها ما تقدرش نقلهم المدرسة وما إلى ذلك شوف هو هذا النقاش معقول وخصويت تطرح ويتحل لأنه بالفعل كان إشكاليات إدارية وتضيع مصالح بدك شيء اللي قلت لك في لي وقلت لي تقول لكم أنتوما راكم المجتمع من المجتمع هذا من التابعات ومن المصائب ديال الطلاق إذا نخصنا نعجل الطلاق والتطليق والنامو ولكن من بعد إذا حصل منين تحصل ديك الحالة اللي ولا بد منها الأبغض خص تعالج هذه الإشكاليات هذه الإدارية لأنه بالفعل تضيع الأطفال لا في التنقيل من المدرسة ولا في الحصول على جواز الصفار ولا هذه هذه مسألة عملية تطرح وتناقش وتعالج ماذا تقول لكم؟ أنا لا أريد أن نرتكب خطأ شرعي لا أعرف ما أنا بالضبط ولكن أنا أستطيع أن نقول لك أنا إذا نظرت لها بطريقة عادية اجتماعية أنا في درجة من تحت المراقبة الشرعية من تحت أهل الاختصاص أنا تنشوف بأن ما خش الحقوق دير الأطفال إذا تعسف إذا تعسف الأب في ممارسة الولاية الشرعية التي تعود له خص هذه المشكلة يتحل لأنه اللي عندنا هنا ما بقاش المشكلة بالأب والأم نرجع حقوق أغيار واللي هما يمكن هذا شيء كي اليوم في حالة تعسف الأب في الولاية الشرعية ممكن للأم تبشر المحكامة وكتدعيه وتقدر تسترجع إما جزء من الولاية الشرعية أو ممكن تسترجعها كاملة اليوم المطلب لكين أنها تولي مرتبطة بالحضانة أنها تصبح الولاية الشرعية كاملة عند الأم إذا كانت حاضنة يحطوها ما بين يدين أهل الاختصاص يفكوها أنا قلت لك أنا معلم معاه أن يحل المشكل لأنه ما بريتش الحقوق دير الأطفال ودير اللي مرتبطة أن تضيع من الآن المسألة فيها واحد اللي فيها نقاش في قهي وقانوني يحلوه يوم الشباب هو صحيح فش تحط بدينة نقلوه وش من الأولويات ولكن الألطاف دي الله سبحانه وتعالى مزيان منين حطيت هذا السؤال من ألطاف الله أنه جاف هذا الوقت لأن واحد الوقت فش تطرح كانت مازال الغرب حقوق إنسان حقوق الأطفال حقوق النساء خسكم تديروه خسكم تديروه دابا المزبرطية تفرشات فغزة الخدج الأطفال النساء تنقلون وما عباد الله هي وقفوا اطلق النار تقول لك لا حتي تحنو كل شي إذن ما بقتلا حقوق الإنسان ولا ولا خسنان تبتو بالدين دينا وخسنان تقو في نفسنا ونرفعه لفصنا عاليا لأن الإسلام رفع القيمة دي المرأة وقيمة دي الرجل وقيمة دي الإنسان وبالتالي قد نقول أنه لم يجاجح في وقت مناسب ولكن الله سبحانه وتعالى جابوا في الوقت المناسب لأنه دبا الأمور تغضحات بما فيها أنا كان عندي نقاش مع إحدى السيدات التي ليست من توجهي نهائيا هي من توجهين آخر يساري وتفاجأت بأنه السيدة تغيرات بالنظر إلى ما يحدث لأنه ما ننسوش هذا الشي دبا المدونة فيه أمور إشكالية حقيقية ورشر حجالة المالكة بعد التجاوزات والختلالات ما كانش يتسمي أكثر من هذه ثم أضيف إليها الضغط الدولي الضغط الدولي قبل لي وقعت شي دي الغزاء باش كانوا مازالين تضربوا لنا على العودة دي الحقوق الإنسان والنساء والمساوة وذلك شي كان في شكل أخر كان تغول والناس ما كانوش من تبهين وخال عموم دي الشعب المغربي كانوا ضد بعض الأمور التي تصطدم مباشرة بالإسلام دبا الوعي زداد عند فئتين أكبر لأنه شافوا هدو المدافعين وهدو اللي تضغطوا علينا باش نديروا العلاقة الرضائية و باش نديروا المساوة في الإيرت و باش نديروا و باش نديروا حتى العلاقة المثلية هاش نهم هاد سحبل الحقوق الإنسان هاش تديروا في غزة ها هي المريكان تجيب البواريج باش تدعم إسرائيل باش تتحن النساء قبلنا نتكلموا على الرجال النساء والأطفال والردع والخداج هادو كل خداج اللي ديرين بحل اللي تيفركلوا اللي شفنا التصور ديالهم هادك هي حقوق الإنسان ديال العرب و بذلك رب ضررت نافعة أنه جات في هذا الوقت شكرا لك سي إدريس أزامي الإدريسي شكرا لك سي ياسين الحسناوي غنمشي بعد قليل للموضوع التالت والآخير ضمن نقاش بوليميك لهذا المساء نفتح ملف التعليم وحلات لي بقى ما فتحت الملف الأزمة بين الأساتذة والحكومة ما زال مستممة وصلت للبلوكاج ولا ما زالت حلول سياسية ممكنة من ربما محاسن الصدف أن ضيفنا هذا المساء اللي هو رئيس المجلس الوطني الحزب العدلة والتنمية كان وزيرا سابقا منتدبا في الميزانية وله خبرة ومعرفة والطلاع على قدرة الدولة وإمكانياتها على توفيع وتعبئات الموارد المالية ربما من عدم هاتش اللي هنشوفو دابا شوية معكم في نقاش بوليميك على شادة تفه شكرا